النهاردة هنعمل الترند الجديد بتاع كيكة الحلم او كيكة الاحلام بس بطريقة سهلة جدا وفي عشر دقايق بتكون جاهزة بين غير فرن وبمكونات سهلة جدا وبسيطة طعمها بيطلع بجد خطير هي عبارة عن تلات طبقات احلى من بعض هنستخدم فيها بوائل كيك بس قبل المبدأ انا اسمي ايمان لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وشارعوا لايك لو الوصفة عجبتكم اول طبقة معانا هي الكيك هنستخدم اي نوع كيكة عندك ويفضل طبعا يكون كيكة بالشوكولاتة او ممكن كمان كيكة الجاهزة اللي بنشتريها من برا الكيك اللي لقيته عندي ما كانش بالشوكولاتة هعمل ايه هحط نص كباية لبن وهحط عليها معلقة صغيرة من النسكويك او الكاكاو وحبدأ ازقيها لو الكيكة بالشوكولاتة هنزقيها بلبن بس وكده تبقى اول طبقة من الكيك يحسن بالطبقة التانية هحضر معلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار كاكاو ومعلقة كبيرة نشت هحط عليهم كباية لبن هقلبهم كويس جدا على البارد وبعدين هحطهم على نار هادية لحد ما القوام يتقل بالشكل ده هرفعهم من على النار وحط عليهم كتعة زبدة وكتعة من الشوكولاتة اي نوع تحبوه هقلبهم مع بعض لحد ما يوصلوا للقوام ده والشوكولاتة والزبدة يدوبوا وهو سخن كده على طول هنزله على الكيكة وحساويه وهدخله على التلاجة بس لحد ما يشد شوية ونبدأ نحط الطبقة الثالثة الطبقة الثالثة هي عبارة عن شوكولاتة اي نوع تحبوه وبدون اي اضافات حسياحها وحفر الطبقة خفيفة جدا على الكيكة على الوش كده مش عايزين الطبقة تبقى تخينة قوية علشان ما تبقاش صلبة لان الشوكولاتة هترجع لشكلها الطبيعي تاني وحتبقى متماسكة فعشان كده عايزين طبقة رفيعة بالشكل ده اول ما الشوكولاتة اي تشد هحط عليها بقى رشة من الكاكاو على الوش بس كده الكيكة معانا جاهزة بتتاكل بردة عايز اقولكم طعمها بجد حلم طعمها حلوة جدا ولازم تجربوها وقولولي رأيكم في التعليقات وبالهنة والشافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر